السلام عليكم تصعيد مكثف في الانفجارات والضربات الموجهة ضد إيران وضد الفصائل الموالية لها في حقيقة عدد من الساعات يعني على بعد ساعات وتحدث هذه الضربات بشكل مكثف واحدة من أحدث الضربات اللي صارت هي في بادية الميادين في سوريا التي ترونها هنا غرب نهر الفرات وتحديدا في منطقة المزارع اللي هي مسيطرة عليها الفصائل الموالية لإيران وتحت إشراف الحرس الثورية الإيراني هذه الضربات اللي صارت هي طبعا ضربات جوية في بادية الميادين استهدفت مخازنا للعتاد والسلاح والصواريخ وكذلك استهدفت منصات للصواريخ موجودة خلوها طبعا الفصائل الموالية لإيران في منطقة المزارع من أجل استهداف هذه النقطة التي هي تقع شرق نهر الفرات وهذه طبعا منطقة هي تحت سيطرة قوات سوريا ديمقراطية والتحالف الدولي وهذه النقطة هي تمثل قاعدة حقل العمر النفطي اللي هي طبعا قاعدة للتحالف الدولي وتبعد فقط من 8 إلى 9 كيلو متر وبالتالي الاستهداف بمنصات الصواريخ وصواريخ الإقراد سهلة وسهلة للغاية وسبق أن استهدفوا هذه القاعدة ليس بالأمر الجديد ولكن هم كانوا منصبه بهذا الاتجاه وتم استهدافه وسمعت حقيقة الانفجارات بشكل كبير وأيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان اجي بتفاصيل وأكد بأن هناك 12 من الفصائل الموالية لإيران هم تم جرحهم وتم نقلهم إلى مستشفى اسمه مستشفى الشفاء الموجود طبعا في بادية الميادين واللي هو أيضا تابع للفصائل الموالية لإيران واللي تصير عملية العلاج فيها رغم الإغلاقات الكثيرة والتكتيم العالي من الفصائل الموالية لإيران في هذه المنطقة وبعد هذه الضربة إلا أن هذه المعلومات طبعا تسربت إلى مرصد السوري لحقوق الإنسان ليس هذا فحسب بل أنه أصلا اللي نجرحه من هؤلاء الـ 12 أنه هم ليسوا من الجنسيات السورية معناتها أما إيراني من الحرس الثوري الإيراني أو من الفصائل الموالية لإيران ونحن نتحدث هنا العراقين منهم اللي يعبرون الحدود بين فترة وأخرى إلى هذه المناطق المثيرة بهذه الضربة كلها هي ليست فقط الضربة بحد ذاتها والانفجارات اللي صارت بل أن التحالف الدولي ولأول مرة حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم يصرحوا بشيء لم ينفوا الأمر ولم يؤكدوا الأمر وأصبحوا كإسرائيل إسرائيل أيضا لا تصرح بهذه الأمر وبالتالي هناك غموض عالي بهذه الضربة والمثير أنه أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بعد هذه الضربة كانت هناك ضربة عن حدود العراقية السورية وتحديدا بالقرب من مدينة البوكمال انفجار واحد سمع هناك وبعد ذلك كان هناك تكتيما عاليا فلذلك ما حد يعرف كل التفاصيل ولكن هذه التفاصيل اللي هي واضحة حتى هذه اللحظة المثير أن هذا الهجوم إجي بعد هجوم صار في داخل إيران بيوم واحد فقط اللي هو طبعا صار في غرب طهران على أحد المراكز البحثية المهمة اللي هو اسمه مركز الاكتفاء الذاتي للبحوث التابع للحرس الثوري الإيراني اللي صار صار حريق في هذا المكان الحرس الثوري الإيراني أكد بأنهما سيطروا على هذا الحريق ولكن قتل اثنان وجرح واحد وقالوا هذول من اللي انجرح واللي انقتلوا هؤلاء هم عبارة عن حراس لهذا المركز لكن هذا المركز هو يدار من قبل هذا الرجل قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني اللي هو أمير علي حجي زادة اللي هو يشرف بشكل مباشر على مشاريع لتطوير الصواريخ الباليستية لتطوير كذلك الطائرات المسيرة وكذلك مشاريعا للمجال الفضاء بالنسبة لإيران وطبعا انكشف قضية مهمة جدا وانكشفت من قبل الأسوشيتيت برس عن هذا المركز البحثي المهم التابع للحرس الثوري الإيراني أن هذا المركز المنتابع وليأي منظمة وهي منظمة معروفة للمجتمع الدولي شوف شنو اللي قالت الأسوشيتيت برس على هذا الأساس مركز الاكتفاء الذاتي البحثي هو فرع لمنظمة جهاد للبحث والاكتفاء الذاتي التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يلعب دورا في تطوير الأسلحة في البلاد منظمة جهاد هذه المنظمة أصلا فرضت عليها عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في شهر 7 عام 2017 كما ترون جهاد أورجنيزيشن هي التي تمت طبعا معاقبتها بسبب تطويرها للصواريخ الباليستية وقد يعتبر البعض بأن هذا قد يكون حادثا عرضيا وقد لا يكون هجوما على الرغم من كل هذه الأدلة وكل هذه الارتباطات لهذا المكان ولكن هذا الهجوم أصلا وهذا الحريق اللي صار رغم السيطرة علي ورغم الخسائر اللي صارت إلا أنه يأتي متزامنا مع هجمات دتصير كثيرة يعني إلى يوم أمس على سبيل المثال نأخذ أربعة من الحرائق والانفجارات اللي صارت هذه الحرائق اللي دتشوفوها صارت في مدينة فارس في وسط إيران في مزارع تابعة للحرس الثورية الإيراني يشتبه أن منصات الصواريخ كلها يخلوها الحرس الثوري هنا أيضا في شمال الأحواس حريق آخر أيضا في مزارع تابعة للحرس الثورية الإيراني وكذلك هذا الانفجار اللي صار طبعا في مدينة شيراز في مطار موجود هناك وأيضا هذا الحريق الذي ترونه الآن في إحدى مصانع الخشب الموجودة في طهران في شارع قزويل وهو مصنع للخشب تابع للمنظومة الاقتصادية للحرس الثورية الإيراني كثيرة هي الانفجارات هذه كلها من 22 تسعة إلى يوم أمس كل هذا دا يصيره طبعا هذه الهجمات كلها دا تصير ودتتزامن مع حقيقة وأمر كشفه The Interlap بالفترة الأخيرة عن هذه المنشأة التي هي موجودة في كرمن شاه منشأة للصواريخ الباليستية تقع غرب إيران كشفوا أن هناك توسيع للصواريخ الباليستية بهذا الشكل وأيضا تتزامن مع مماطلة من قبل إيران في قضية المفاوضات النووية وخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقلق كبير جدا ولكن هذه الحرائق وهذه الضربات التي نراها واضح بأنها جزء من ضغط للوصول إلى شيء مع إيران في قضية المفاوضات النووية وكذلك أن هناك تحركا اليوم انكشف بشكل حصري من قبل رويترز بأن ولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالتواصل بشكل دبلوماسي مع الصين من أجل إيقاف عملية شراء الواردات النفطية لإيران وهذه طبعا تعتبر فالشيء كبير إذا الصين لسبب ما أوقفت عملية شراء هذه الصادرات النفطية اللي طبعا تتورد إنهم للصينيين فهذا معناته هناك خنق كبير لإيران ستتعرض إليه في الفترة القادمة وممكن أن يجبرها على الكثير من الأمور ولكن الغموض كبير فيما يجري الآن في الداخل الإيراني وحتى على مستوى الضربة التي تمت في سوريا وما ممكن أن نشهده في الأيام القادمة